بسم الله الرحمن الرحيم قال إني ليحزنني أم تذهبوا به وأخاف أن يأكله الزئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الزئب ونحن عصبا إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعهم أن يجعلوه في غيابة الجر وأوحينا إلي لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الزئب وما أنت برؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المسنان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدناد الوهوة قال يا بشرى ذا علام وأثروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس درام معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخلوا ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه ولنعلمهم تأويل أحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلر أسده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيتلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ أَمَّتْ بِهِ وَأَمَّ بِهَا لَوْلَا لَوْلَا أَرْآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابَ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابَ قَالَتْ مَا جَجَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَهِ يَرَا وَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصًا إن كان قميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميص قد من دبر قال قال إنما من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنرى في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكآ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت خرج عنهن فلما رأي له أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ماذا بشرا إن هذا إلا منك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليهن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجن النوحة حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من قضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دنيه إلا أسماء سميتمها سميتمها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجد منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبس في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أدغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لأنهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصفتم فذروا في سنبله إلا قليلا إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي منهم بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي منهم بعد ذلك عام فيه غاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاء الرسول قال رجع إلى ربك فاسألوا ما بال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ماذا بشرا إن هذا إن هذا إلا ملك كريم وقال الملك اتوني به فلما جاء الرسول قال رجع إلى ربك فاسألوا ما بال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاشر الله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة قالت امرأة العزيز الآن حصص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسه إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصون نفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مجين أمين قال جعلني على خزائه الأرض إني حفير عليم وكذلك من كنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فاعرفهم فاعرفهم وهم لهم منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال قال اتوني بأخذ لكم من أبيكم ألا ترون ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباها وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم لعلا لم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلا لم يرجعوا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخي من قبل فالله خير حافظه وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعا وجدوا بضاعتهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ونمير أهلنا ونزداد كيلو لما فتحوا متى وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقا قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحدة وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية جعل السقاية في رحم أخي ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حول بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجا منه وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منهم خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله وهو خير الحاكمين إرجعوا إلى أبيكم فقولوا فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عزى الله أن يأتيني لهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضرر وجدنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عمينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العيو قال أبوهم قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا